كما عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم اكتمعا مع وزير التموين والتجارات الداخلية علي المصلحي ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي أسايد القصيرة بهدف متابعة إجراءات تيسير توريد الأقماح المحلية وكذلك سرعة صرف مقابل التوريد للمزارعين وأشار مدبولي لأهمية وجود تنصيق كامل بين وزارتين التموين والزراعة والمدريات التابعة لهما بشأن توريد الأقماح من المزارعين وذلك بمناسبة بدء عملية التوريد مطلع أبريل المقبل موجها بصرف مقابل توريد القمح للمستحقين المزارعين في أسرع وقت